موسيقى ما هي الجريبة ديالك في الجزائر؟ كانت جريبة ناجحة مع بالوزداد من بعد كانت فيصال سريع عن موليدة وهران يعني مد واجهة ظرف العلاقة في الدولي الجزائري شنو الأسباب اللي خلت بدوزاكي يغادر الدولي الجزائري بهالطريق؟ أولا من اللي مشيت للموليدة وهران وكننا عفوا موليدة وهران فاريخ دوا كبير عنده قاعدة جمهارية كبيرة فاريخ اللي كيلعب بارمي أو اللي كات برمي لكن معك من الأسف فاريخ إيداريا غير مايكل عنده صراعات كبيرة داخل النادي ممكن نقول صراعات بحال دكشي اللي كان عندنا معنا في السبعينات في الفروق ثلاثة ديال مجاليس ثلاثة ديال إدارات إدارة خدامة إدارة كتصابوطة إدارة علاقة عندها علاقة مع اللاعبين حتى لا بغيت التحور مع الشيح ما قلقاش في هذه الظروفة إدارة دوست أربعة ديال المبارايت ما زالي من اللي كالفشار اللي كتفتور كيان كنت بعيد علموا حيث ما عرفش شواقع الوقيت اللي دخلنا الوهران وبدينا كنعيشوا يوميا تاديري بكنشوفها شواقع ممكنك تخذين مشي بحالتي قبل ما يلعب أول مباراة مع البرج أول مباراة الرسمية ديال بطولة مع البرج من بعد المباراة اللي لعبناها مع بابير مازان بآخر مباراة أحبية شوية ذلك الدخولات صبرت ولكن من بعد الأمور مش هتفوح تيجاه اللي ميمكن ليش ميمكن ليش نبقات الموخي وزوني مع الدهب زيت حويو زيت بالأسي شنون الأشياء اللي خليك تتألق مع شبابه الوزد وما كانت تلقهاش في المغرب يعني اللقاب اللي هو مهم رغم أن الفارق شوه كان كيعاني ولكن يعني خليسي أن يكون عنده واحد اللقاب اللقاب اللي تواج به اللي كان اللقاب مهم ولكن هاتي تواج اللي كان في الجزائر ما كان شوفش يعني عند بده تذكر مغرب ما كان الشيء اللي لقيت هاتف مهما كانت تلقاج لنا لا حتى فالمغرب الحمدلله متواج ووعطيت لأن من اللي كانت جي من اللي كانت جي من اللي كانت تنتاقد معه كانت تلقافوا حل وضعية كانت رجعها حل وضعية أحسن بكثير هناك تقص الألقاء الألقاء لم يساعدني لحال لأنني لعبت وصلت الويدا للفينال ديالا كوب دارا بما كتابش وصلت الويدا للفينال ديالا للكاف ما كتابش درت انستراتيجي ديال الأعمال باش يدول بطولة فعلا ديتها ولكن أنا غادرت لأمور ألنت عليها في سبيقة بعد الهزيمة لا ماذا بعد الهزيمة؟ التهديد يعني مباشرة بعد الهزيمة ديالا بيه فين وقع المشكلة؟ لا لا ماذا بعد لا، لم يفضل ديالا بيه لعبت ديال بيه لعبت مباخرة عدد نشيل في نبيه لأي المباراة وعمده ربيه ولدي الدار الفريق حتى كان برنيه ولدي دار لأمور الموسيم كامل ولكن بعد الأمور اللي كانت حسبها عدد ضربية وعدد ضرب نتحرك شخصياً بينا فكن نفضل نخبرت البقاء ونخرج بحالتي ولكن لم تتحصرتيش على أنه لقد تلتت الدورات نعم ما كيفينيش نعم ويتحسبت لإستيعام الكبير أنا ما كنفهمش كيتحسب للأقب واحد درجة مباراية وهملي ككون واحد جاء في جوج مباراة الأخرى والفرقة 100 طاحت كي يحسبوها على هدف اللي كان مقبل اللي كان مقبل اللي كان مقبل اللي كان مقبل فالأمور الأمور هي واضحة اللي كيبغي يغمض عينيه حتى في المنتخب وصلت الفريق حتى الله فينا لو لا سؤل حد لو لا المواجهة تعالنا مع الفريق مع المنتخب المنظم ليواتونس كنا نجيبه الكأس كنا نجيبه الكأس المغربي على العموم فعبد أعوده ربي فيما كيمشي كد كل المساتة هو واضحة يعني بعد التألخ نعتك نعتك نتال مشيت لبلوزاد وكان فريق اللي كان ماشي مرشح كان نقولوا شافوه في القاس الموطني التاني حط رجل في القاس الموطني التاني ولم كلاسي سنك كيام زيدا عندهلك دينا الكأس الجمهوري اللي هو غالتنا في الجزائر ومعامل ضد الفريق ستيف اللي ادى البطولة في أفديكستانا كون لا قدار الله ما ديتش الكأس مع بالوزاد عشي تسمعه؟ هذا هو المدرب اللي خسرنا معها على فينال مش هي دول المدرب اللي نقضنا هذا هو المدرب اللي خسرنا معها فينال الدابة أتاني في الجيدة غدا تسمع هذا هو المدرب اللي ما دخلناش البوديوم ماشي امتيني لأن الأقوال كنتبدأ لحسب لحسب النتاع و لحسب الندم كيف بغاي تعمل معاك أو يريد أن يرى الصورة لك يعني الأرقام رهي واضحة غير هو معه فريق تحت طنجا كنا كنت نتوقع أن تكون نتائج كبيرة فريق اللي عنده أسماء وكذلك جريبة ديال سيباد وزكي كنا كنت نتوقع أن يكون فريق في المستوى وتكون نتائج كبيرة فإذا بيك يكون الفيصال هو سريع ما هو الأسباب الحقيقية لهذا؟ الأسباب الحقيقية لأن يمكن أن نزل طنجا يريد أن يقوم بالتطنجا أو يريد أن يقوم بالتطنجا في السادي الدورات كنا نعرف الأهداف يمكن أن تحصل عليها في شرد يجوى وليما يعني في آخر المسيم يعني محاسبتكم في آخر المسيم والدليل على ذلك وهو عبدو ربيه هو اللي دليل كريتما هو اللي دليل بريبارسا هو الفريق رفز البطولة يعني العمال أو القاعدة اللي درد كان في تجاه الصحي كان أخذ سويا دليل الصبر وكان أعرفوه بأن في ذاك الفترة دليل طنجا تعرضنا وحد الضول للتحكيم من طنجا للخويرة وذلك الظلم كل شي يشاهدوا ومشي الضحية تاعه كما قلت من قبل فالقلسة اللي قلست مع الناس دليل طنجا باش نشوفوا نشوفوا المشكل اللي كان ما شكوش في العمل تاعي ما شكوش في القدرات تاعي كان لك حنا ولينا نستهدفين وكان نشوف هالطنجا التحكيم اللي واقع واش هالتحكيم قاصدنا هنا ولينا ولينا القلسات ولينا القلسات ماذا لحالة فتحكوش في العمل ولمشكلة تحبسوا هالتحكي وفعلا من اللي حبسناها تغير الأمور ولا الفارق يخد اخر من الحقيق هل هذا يأكد المقولة التي قلت من ذلك أن الذكية وحاربة الغياء ما تدخلش في هالجامعة ولا تدخلش في هالجامعة كيف كنت يحال بذلك؟ يمكن كان ينلوبي دي ما كنعرفوش أقول الحمد لله أنا الآن مع جديدة الفريق ياخد جامع الحقوق داعه يمكن كتكون غلطة تحكمية الصالح هنا في المباراة أو غلطة تحكمية الصالح الخاصة من الأخر قد تكون غلطة بشارية وليس غلطة مقصودة والحمد لله الفريق هو غادي بواحد الشكل يعني الظلم ما كينش يعني وش ما كتشوفش أنه أحيانا الصرامة اللي كيتميز بها سي بدو زاكي ودك التعامل دياله الصاري مع اللاعبين مع المسيرين وفرضهم ضيبات كيخلي أنه كيكون سبب في مغادرة دياله ومجموعة دياله الفريق قبل ميسا للموسم يعني مجموعة ديالتدار بالدازم الناس يعني كيغادر الفريق قبل ميسا للموسم واش هاد التعامل كيخلي أنه المحيط ديالك وليه يحاربك بشأنك ما تكملش وما تنجحش وتجربة دياله أنا أولا هذي 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 إشعة اللي لا ثقه في ظهر الزاكي اللي هي سلبية لا يمكنك تسوّل الناس ديالتانجة ولا تسوّل الناس جديد جديد كيف يدير التعامل اللي الزاكي مع مع الدعبين مع السطافتاعو مع المسؤولين مع وسائل الإعلام يعني معاملة احترافية معاملة اللي عندها طريقة دوابطة اللي عندها الدوابطة اللي عندها الدوابطة ماشي تعامل ديكتاتوري تعامل مسؤول فوحل جو مناحل الاحتراام وحل جو ديال الامبونس ديال ديال العمال من طبيعة الحال أنا ما غيمكن ليش نقبل الفوضى داخل تدريب أي واحد غديد الفوضى كيخسين حيدوا إلا خليت الفوضى رال المسؤولين غايقول يا سيارك انت هنا باش تحيدنا الفوضى ما جبناكش باش تكون نتا وسب ديال الفوضى هذي اللي هادا اللي هادا الانسان كيخسوي سقسي الفورق اللي ديس منها كامل اللي خدمت فيها وغاديقول لك تعاملت هذرا هذرا هذي يعني بالنسبة لينا فهي كدسيئلية ومعندها حتى علاقة بالواقع الواقع اجي تشوفه وانت راك نتيك تجي للمنتخب وكتشوف الوامبئوز واشينا معه في المنتخب كن ديكتاتور بالعكس كنا 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 لوقيت ديال وسائل الإعلام كنا لوقيت ديال التدريب كنا لوقيت ديال أي حاجة عنده يعني نظام مفروض واحد نظام مفروض ودكش اللي كان دير راللاعبين المحتفين كيشو فيه يوميا في الأنديات ومشي شي حاجة لي غريبة وعطيني شي استيضام صدمت معاشي مسؤول أو صدمت معاشي معاشي لاعب في شي شكل الشي اللي كتقول أو وسائل الإعلام كتبات عليا في المنتخب عندي استيضام عادة أو معادة أو معادة هذا كلها كلها إشاعات اللي كم تكمل اللي كنقول يمكن الدوبة الإلكتروني وليك يحاول إلسخة بطريق أنا دائما كنا نسمع الذاكير المضيبات خاصة كلاداء مثالين غير في اللباس طريقة اللباس مثال من كشكون في معسكار يعني ممكن كشكون لابس أشياء عادية خاصة يكون إسمع إسمع نسأل تكونش مقلوفة عند اللاعبين إسمع إنت رجاوي أقول الله صحافي أعني صحافي وراجاوي أصبك فرق وصديق أخي ديالي شكرا إنت وش غادي تقبل جيل المؤسكار يال الراجا أو ديال الويداد أو ديال الويداد الجديد وتلقى اللاعبين اللابس لينوفوروم ديال الفريق واحد لابس ديال بارسا واحد لابس ديال الريال واحد لابس ديال الجديد وش مقبولها؟ لا. وش نادي؟ وسبونسور اللي عادتك ذك شي؟ غادي قبل لك ذك شي؟ النار يتاور عنده غارة ماتي. من السبونسور التعوي لشاف اللاعبين؟ لا محتارنش. وش من لك تشوف ريال مادرهيد وشوف بارسلون وشوف الناس اللي فيتنا في الناظام اللي فيتنا فيتش؟ كتشوف هاد الامور بحالك؟ في التدريب كتشوفش واحد كيتدرب الحمر واحد لابستوني ديال بوكجنيو؟ لا هادشي كان قدنا في سبعينات. هادشي رعشتو انا كالعاب. ولكن من دولي الاحتلاف ولا النظام ولا اسمور ما مقبولش. مين أنا خميك على هادشي؟ ومن دوش مع اللاب؟ هرا كين واحد في الإدارة اللي صار على هادشي مك يخصوش يكون. وكتكون غارة مع اللاعب اللي كي يخرج من هاد الدوابط. واشا كي يسمى الدكتاتور ديال زكي؟ هذا هو النظام للنادي. وكي يخصوش يحترم. لأنه يقيس بليماجي ديالنادي لما كانش هاد الأمور بهاد شكل. وهذا الشيء عواض الناس حتى تناسبه في هادشي. عواض يشجعو يزيدو بالقدام. كوانا كانت تحارب بيه كمسألة ديكتاتورية. وهي مسألة انضباطية اللي هي عادية. واللي كتعتو احد الليماج و احد القيمة للفريق. والمجموعة كاملة. كبعدو الزكي كي نقصك باش توجب اللقاب ديال دوري احترافي. هو اللقاب اللي غالي و اللي بقي. وبعما كي يتمنى اي مدرب انه يكون عنده خصان يسم بحلق. كبعدو الزكي كي نقص مدريف مستودياك باش يكون عنده لقاب ديال دوري احترافي. شوي ديال الخبط. ما فهمش. كبعدو الزكي فهمتي كثير من اللي فهمانا. بزيد فضل. ولا الناس فهموها. كبعدو الزكي. ربما الخبط يعني واش ماختكش تكون انسان معقول ولا شنو. سيف اللي عودية راك انت راجاوي. ممكن اعرفك ملكان هدر. احنا كتكلمو نفع بصراحة من الماج فرما دان. ملكان هدر انت راك كتكتكرة البرق المتفتحها. واخا. بالنسبة يعني التعاقد ديالك مع المنتخب الوطني. والاسرار او انها دائما داك الشغف ديال انه يكون عندك يعني الحضور مع المنتخب الوطني. وتكون المدرب ديال منتخب الوطني. واش ما كتشوفش انه هاد تركيز اللي كان كبير. مش غير من عند بدو الزكي. حتى من عند الجمهور انه الزكي والاخصي يكون في المنتخب. واش ما كتشوف انه ضيع لك انه يكون عندك تركيز كبير مع الفراقي. من اجل انك تحقق القاب وانك يعني تكون على المستوى الفرق. ناجح اكثر من ناجح ديالك على المستوى المنتخب الوطني. لا الحمد لله اول ناجح انا مع الفراقي. لان الفروق واحد سعين في ميدة الفروق اللي تعاقد معها وكنت عندها منظور احترافي. نجحت في الاهداف اللي كانت باغيه. بالنسبة المنتخب. ماشين اللي كان قلب عليه. ماشين اللي كان دير. هو اللي قلب عليها. هو اللي عايت عليها المرة اللولى. كان مساعد. ومن بعد مليشا في العمل تاعي. الجنرال. الله يدكره بخير. حسيب السليمان. هو اللي رسمني. والحمد لله ما. كما تنقوله. بدرجة ديالنا. حمرت الوجوه. نقلت المنتخب من واحد الفطره. اللي ما كانش. كيت اهل الكلاسية الفريقية. او في ذلك القيطة. كان اهل في الفين والفين ونجوج. وما كانش كيد وسط الدور اللون. كونت فريق اللي هو شاف. فريق اللي هو قوي. رغم انتقادات. رغم عدة امور اللي كانت تشوش على الفريق. استطعنا. باش نتأهلوا كاسية فريقية. بواحد السلاسة. وبعض القوة. فكاسية فريقية. رغم انتقادات ديال بعض وسائل الاعلام. اللي كانت ما كانت امش المشروع ديال الزكي. بان الفريق المنتخب. هذي وصله. وقد يرجع في اول طيارة. اللي غادي اديه. اللي لو كانت سيده المجموعة تانا. وكانت وصله المربع الدهبي. وصلنا حتى النهاية لولا المنتخب لديال تونس. كنا رجعوا بالعكس. وداف حداته إنجاز. اللي فرح جميع المغربة. وهنا. مصرور. اللي كنت انا واحد من صانعها الإيجاز. مع المجموعة الالتقام التقني. واللاعبين. اللي اعتمت عليهم. وش من دمتيش. شي حاجة. شي حاجة ندمتيع ليها. او لو تعود. يعني السيناريو. ما كنتيش. انها تاخدها في ذاك السياق. وتخليك أنك تكون متوologique. مثلا. شي عشي أشياء اللي ربما منك ترجع السيناريو ديال. ، بإيك 차. نقول. وقد نكتبوش بعد ما نسلمه بره رجع مدري. يعني كي تأخذ بزاف على أنك عاتبتي فهامي على الأخطاء ديالك؟ نو مش عاتب. وفهامي ربت عليك؟ نو نو مش عاتب فهامي. هنا غير مش نبيه لك أنه ما قصد شنه فهامي. كان قصد بأن الحمد لله كما كيقولو دست غارديان كبير والأخطاء اللي وقعت لي في الكارير تاعي كمدريب قلعت لي بزاف ديال الامتيازات. منها كما كنقولو فهامي. إلا وصلنا للفينال راق راس هلوي. يعني في المباراة ديال الجزائر حيض لكواحد الكورة ديالجوز صيفر. في المباراة النهائية إلا أخسرنا النهائية سيقراس هفوهم. باش نكون واضحا لأن حتى الكورة ديالكريتن اللي تضربتها كنت خرج على بره. ماشي كنت غادل اسمو عليه. وهدو خطأ ماشي باش ننقسم القيمة ديال فهامي. راك نشوفو القاردين ديال ألمانيا فقر نفس ميته وكان. هو السباب ديال الهزيمة مع البرازيل. لهذا بالنسبة لي هنا فالهزيمة مع تونس فلافينال ما كانش بأخطأ تاكتيكية أو أخطأ. كنت أخطأ أخطأ أخطأ. وكاني أخطأ في مباراة اللي هي حاسمة كنت كنكون هذا. وهي اللي أعطاتني لك القيمة الموضافة. وكتموتها محتى في الويداد ما كنت كنت دير والو. كنعطي للمنتخة وما كنعطيش الويداد. بحكم في الويداد كانوا الهجمة تكونوا قلال. وبالأخص مع فروق اللي كانت تكون يعني ماشي بالقوة ديال الواقق ما كيوصلوناش. لقيت اللي كيوصلوه كيلقاونينا متلج كزق داخل الشكورة. أشنو اللي كيفكني من النقد. هو النتيجة. إحنا بثلاثة أو لأربعة لوحد دا كل واحد ما كيبانش نائين. وإنك كنت متهم بأن الزاك في الويداد ما كيعطيش بشكل إلا في المباراة الكبيرة. ما كيعطيش بشكل اللي كيعطيش في المنتخة. كنت في المنتخة منتخة منتخة اللي حارة كتلقع مع منتخبة اللي قوية. اللي عليك الدار كعليك هادي. من مشيت لمايوركا أو تاني مايوركا كتلق مع فروق اللي هي عملاقة بحار ريال. بارسا لا تقود ماضريد. واللائحة طويلة. يمكن كيتش تجو عليها جوج تلع تكن نخرج. لما يرجى ورد فان دو. اللي هادا بنسباليها. كي أخصان نسميه الأسماء من مسمياتها. إلا تكاليفين الله فينا. فالفترة. اللي ازدمنا مع المنتخب الزائري. اللي كان صعيب راك راسا فوامي. ولا ضعل هنا الله فينا. راك راسا فوامي. حتى في العلاقة من بعد. كان فوامي في طاقم تقني. من بعد مرجعت للمنتخب الوطني. وكتاني في الندواء كنت سألت. كيفاش طاقم تقني فيه فوامي. والمدير كان ربما ريالي كان هو بودرباله. وهذا هو أسماء اللي كانت عندك معه مشاكل. في ذلك. فالفترة. في الصراحات اللي كانت تخرجات في وسائل الإعلام. كيفاش غايكون هاد الانسيجا باش يكون عود تاني. واحد تتويج آخر. مامور كان عندي مشاكل مع فوامي. حنا مليكان هنطلق مسألة عادية. ماشي. من بالعكس فوامي. أعطى القرى القدم الوطنية. سواء مع الويدات. سواء مع فروق للعافية. سواء مع المنتخب. حنا كندوقع لا خطأ. طبيعتي الحال خاطئة؟ نعم، لماذا نضر هذه الخطأ؟ لماذا نضر هذه الخطأ؟ لماذا كنت ننوفي من 1870؟ لماذا كنت ننوفي؟ لأنك ننوفي على البرمياتور لأننا نحسن من 2000 و 2000 وجوج و لكن طموح؟ طبعا، طموح و إن كانت تقيقة المسؤولة لم يكن لك ما كنت نكبر لك طموح؟ كبر أصدقاء فهمي و فهمي هو الأول لماذا كنت نقصدفها و نقصدفها و نقصدفها و نحمل المسؤولة لا، لا، كنت نقول وصلنا إلى اللافينال و كنت أخذت لنا الإصابة الثانية و كل مباراة تقتلت و ليست صالح الجزائر في اللافينال دلنا مباراة كبيرة و شدينا مباراة بين الديناء في فترة لكل كي تسدنا نحن نسجدوا الإصابة الثانية ولكن تفاجأه بدأت الخطأ الذي جاء و فكرة الخدم تشيرها هواريت لن تقول لدي مشاكل مع فهمي لأن فهمي كان رد في حوارات بأن الزاكي يحمل المسؤولية من ديال واحد لا، ما عمري خرش تقول لنا فهمي أول مرة كنقولها أول مرة في هذا المنزل خرش تقول لنا المباراة خصلناها بهداء أو بهداء نحن نبعاة في السياق الكلام بجقول و أعطيت القيمة الفهمية و كما كان فهمي كما كان فهمي في الربع مشينا بحالتنا كلمة أخيرة تختم بها الحوار معنا أخي اللي معرفتك رجاوي تعديتي علي أخي بذ أسئلة بذ أسئلة ولكن تحية كبيرة من عندي للراجا و كانت منها الفريق الويداد إن شاء الله يفوز بكأس بكأس بدور عثمة الأبطار و كذلك يفوز بالبطول لهذه الموسمين كل مخطبوش تلقيتش دعوة من الويداد للحوضر نهائي؟ أنا محتاجش نطلقها من دعوة من الحوضر إذا كداري ندخله وقت ما أبغيت شكرا تبارك الله علي أحبك